تتواصل إنجازات الحركة الكشفية الكويتية على المستوى العربي منذ استلام الدكتور عبدالله طريج رئاسة المنظمة الكشفية العربية قبل عامين ونصف العام وفي إنجاز جديد تمكن من نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة من بيروت إلى الكويت لتكون الكويت أول دولة خليجية تستضيف المقر أهم الأمور يعني الإنجازات اللي سجلت أمانة لجمعية الكشافة الكويتية هو تم نقل مقر رواد الكشافة إلى دولة كويت وهو إنجاز لأنه صالة 38 سنة يعني في لبنان والله الحمد بالإجماع في الجمعية العمومية تم الموافقة على طلب الكويت بنقل المقر إلى دولة الكويت ورح يكون هناك أيضا اجتماع استثنائي في شهر مايو لتسلم الأمانة العامة في دولة الكويت بحضور أيضا مجلس إدارة رواد الكشافة العرب طبعا اليمن تقدمت بطلب رسمي أمس إلى مجلس إدارة المنظمة الكشفية العربية تطلب الانضمام تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أمانة جميع الحضور وافقنا بالإجماع على هذا الطلب وسوف يرفع الطلب إلى الأمانة العامة طبعا لمجلس التعاون الخليجي وأنا شخصيا أعتقد أن وجود اليمن هو إضافة إلى العمل الكشفي إن شاء الله في الخليج بإذن الله إن شاء الله وننتظر إن شاء الله موافقة القيادة والمسؤولين على هذا الطلب إشادة واسعة من رؤساء الجمعيات الكشفية العربية خلال اجتماعهم في القاهرة بدور الكويت الكبير في إحياء الدور التطوعي للكشافة وفعالياتها المتنوعة في مختلف المجالات واحتضان العمل التطوعي الكشفي من قبل الكويت السعداء بقيادة الكويت للترأسة والجمعيات الكشفية العربية وهذا ليس غريب على دولة الكويت في مجال الكشفي قديمة وخبرة كبيرة وقيادة متميزة إنشطات الخليجي واضحة إنشطات العربية وكذلك إجراءاتها على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم واضحة وقياداته متميزة فبالتالي نحن نفتخر بهذا العمل وندعمه باستمران إن شاء الله هذه تعتبر نقلة لنا كدول الخليج العربي بعد 36 عام أن يكون مقر للتحاد رواد الكشافة في لبنان أن تقل إلى دولة الكويت الشقيقة والصديقة هو حقيقة دعم للدول العربية والدول الخليجية وأنا متأمل ومتوقع أنه ستكون هناك حتى نقلة في البرامج المقدمة لرواد ستكون هناك نظرة خاصة لرواد الحركة الكشفية والإرشادية في الدول العربية وفي الدول الخليج جمعية الكشافة اليمنية طالبت بالانضمام إلى المنظومة الكشفية لدول مجلس التعاون الخليجية في الأسبوع الماضي تقدمنا بطلب انضمام جمعية الكشافة والمشدات اليمنية إلى اتحاد دول الخليج العربي ومثل ما شفنا في كلمة الأخ الدكتور عبدالله الطريقي الذي صرح بها بأنه مرحب بانضمام اليمن لإتحاد الكشافة الخليجية والذي وعد بأنه سيتم ناقشته خلال الاجتماع القادم بعد نقل مقر الاتحاد العربي للرواد الكشافة سيتم اختيار الأمين العام خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في الكويت إنجاز جديد للكويت على مستوى الحركة الكشفية بتمكن الدكتور عبدالله الطريقي من نقل مقر الاتحاد العربي للرواد الكشافة من بيروت إلى الكويت كأول دولة خليجية تستضيف المقر أحمد عنزي لقناة تيفي العدالة القاهرة